لتشجيع الطفل لحضور المنصة بشكل يومي علينا أولاً الالتزام بالوقت بأنفسنا يعني الأسرة نفسها يجب أن باستمرار تعتاد على هذا الوقت تحديداً الطفل يصحى، يتناول فطورة أو وجبته الخفيفة بشكل يومي ما أنسى وما أتوقف يوم ويوم أهتم في الموضوع جدول حضور يومي، هذه مدرسة هذه أول نقطة، التأكد من وجود مكان مناسب محبب لدى الطفل بحيث تكون في أدواته الخاصة فيه يكون المكان خالي من المشتتات والأصوات المزعجة ويكون المكان موجود فيه المحفزات الضرورية للطفل المقصود بالمحفزات هنا هي المعززات سلاح كل أسرة تعزيز الطفل ما يهمني في هذا الموضوع هو أن يكون التعزيز بطريقة مدروسة بمعنى يكون المعزز فعلاً معزز يساعد على زيادة السلوك المرغوب فيه وهو الجلوس أمام المنصة، الالتزام، تأدية المهام والواجبات اللي يطلبها المعلمين وغيرها إذا المعزز يؤدي إلى ظهور هذه السلوكيات فأنا أعتبره معزز ناجح طبعاً أولياء الأمور هم أعرف من أي أحد بالمفضلات لدى أبنائهم يتم الاتفاق على أن هذه المفضلات ستحصلون عليها بطريقة منظمة تختار الأسرة هذه الطريقة قد يرغب الطفل بالحصول على المعزز بعد نهاية كل حصة إذا كان الطفل كثير الحركة أو درجة انتباهه قليلة أحتاج أني أنا أزود من التعزيز يتم أيضاً اتفاق مع المعلمين بتوصيل هذا التعزيز سواء كان تعزيز لفظي أو مادي أو معنوي من خلال الرموز الستيكرز، النجوم، العلامات وإلى آخره بحيث أني أنا مثلاً مدة الحصة نصف ساعة أتفق مع المعلمين بأن يعزز الطفل هذا تحديداً الذي يعاني من مشكلات فيه نقص الانتباه بعد مرور كل خمس دقائق أو عشر دقائق عند التأكد من أن الطفل بالفعل منتبه ويعطيني إشارة أو علامة في المنصة بأنه منتبه إلى الدرس إذا كان أولياء أمر الطفل حاضر أمامه أو بجواره بالإمكانه أن يقوم بهذه الطريقة المهم في عملية التعزيز هي الاستمرارية إذا عززت الطفل في يوم وتوقفت عن التعزيز في يوم آخر يفقد التعزيز أهميته فإذن من شروط التعزيز أن يكون التعزيز مناسب لعمر الطفل وبالفعل يرغف فيه من مفضلاته أن يعطى بطريقة منظمة على حسب احتياجه هل هو في نهاية الحصة؟ في نهاية اليوم الدراسي؟ أن يكون التعزيز مستمر بمعنى لا يعطى يوم ويوم آخر يترك هذه الأساليب إذا توافقت مع وجود مكان مناسب للطفل أن يتعلم فيه تعتبر من أهم المعززات أو من أهم العوامل والعناصر التي تشجع على الزياد الدافعية والرغبة إلى التعلم أيضا من أحد العناصر التي ترفع من مستوى الدافعية هو البعد عن التوتر والغضب أثناء فترة التعليم بمعنى أن لا تكون العملية التعليمية فيها توتر فيها جو حاد الأسرة بإمكانها أنها تخلق نوع من الود، المرح، الابتسامة، الضحك، تشجيع الطفل وتحفيزه حتى ولو كان الطفل تصدر منه سلوكيات غير ملتزم فيها بالجلوس والحضور والاستماع والانتباه مثل ما نعرف كلنا نمر بظروف صعبة فيجب أن يكون لدى الأسرة ساعة صدر وبال طويل وصبر وتوصيل المعلومة وتشجيع أطفالهم بجو من المرح والبعد عن التوتر ختاماً نشكر المعلمين والمعلمات على الجهود التي يبذلونها في ظل الظروف الراهنة لاستمرار عملية التعليم نشكرهم على صبرهم وعلى جهودهم في تنويع وسائل واستراتيجيات التعليم لاحتواء الطلبة واحتواء الظروف الحالية كذلك أتوجه بالشكر لجمعية إشراق على هذا المجهود المميز لتوصيل هذه المعلومات ورفع مستوى الوعي لدى الأسرة وأيضاً لإتاحة الفرصة لمجموعة متميزة من الخبراء لدعم المعلمين والمعلمات أثناء تعليمهم في هذا الوقت شكراً جزيلاً لكم أيضاً وأخص في نهاية شكري هذا أولياء الأمور أنفسهم تحملوا التغييرات وأخذوا الجوانب الإيجابية فيها للتعرف على أبنائهم التقرب من مستوى تعليمهم معرفة شخصياتهم أكثر واستمرارية دعمهم لاستمرار التعليم شكراً لكم شكراً لكم